الى ذلك عبرت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومجموعة حقوقيون مستقلون عن استنكارها وشجبها الشديد لما تعرض له المواطنون المفرج عنهم من السجون القطرية ومن أن الدوحة حرمتهم من حقوقهم الإنسانية في أثناء فترة الاعتقال بالإضافة إلى تعمد الأجهزة الأمنية إهانتهم كونهم مواطنين بحرينيين وأكدت الجمعيات الحقوقية أن اعتقالهم التعسفي تمادى إلى مرحلة الانتقام بالإضافة إلى أن شن حرب نفسية ضدهم هو خرق واضح وكبير من قطر للحقوق والإنسانية وصرح المنسق العام للمنظمات الأربع فيصل فلاذ بأن المنظمات ستتبنى الملف الحقوقي لهؤلاء البحرينيين أمام المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية لعدم التزام دولة قطر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان